اهلا بكم جديد الى دائرة الشرق العراق اليوم بلا برلمان فقد دخل قرار حله حيز التنفيذ اليوم تمهيدا لاجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يوم الاحد المقبل والتي طالب بها العراقيون في مظاهرات حاشدة كخطوة لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد ولمحاربة الفسد فكيف هي الصورة من هناك؟ حسب القانون قرر البرلمان العراقي إذن حلا نفسه قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022 بعدما قررت الأحزاب السياسية إجراء الانتخابات المبكرة في ظل احتجاجات شعبية واسعة كانت قد أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المادي أواخر عام 2019 أكثر من 3000 مرشح عن 83 دائرة انتخابية في عموم العراق يتنافسون على 329 مقعد في البرلمان بحسب المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات هذه الانتخابات القادمة تشهد تغيرا كبيرا في شكلها فللمرة الأولى يخوض صباق الترشح مستقلون شباب وأحزاب وكينات سياسية جديدة وهو ما يضعهم في منافسة مع أحزاب تقليدية ذات قاعدة جماهرية الأمر الذي يراه مراقبون تحولا في مسار الحياة السياسية ورغم هذا التغير على مستوى الشكل فإن المتابعين للتطورات العراقية يعتقدون أن المشهد فعليا قد لا يتغير كثيرا فالمرشحون المستقلون منبثقين عن أحزاب سياسية قديمة وقد لا يتخلون عن انتماءاتهم أو قد يتم استمالتهم من قبل الكينات السياسية التي كانوا ينتمون إليها في السابق بعد دخولهم البرلمان على كلنا القضاء العراقي كان قد أكد من جانبه بذله جميع الجهود لمنع حدوث تلاعب في أصوات الناخبين من خلال تشكيل لجان في جميع المحاكم العراقية لتلقي شكاوى بشأن أي مخالفة تشوب العملية الانتخابية وعلى الرغم من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات إلا أن توقعات بتدني نسبة التصويت تؤرق المشهد حيث خلصت بعض الأرقام إلى أن النسبة لا يستهن بها من الناخبين العراقيين الذين يقدر عددهم بنحو 25 مليون شخص قد لا يشاركون في الانتخاب هذا التشاؤم يقابله تفاؤل دولي بدعم 12 دولة غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية للعملية الانتخابية ولحق العراقيين في تقرير مصيرهم مرحبين باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لهذا الاستحقاق الانتخابي إذا نفتح معكم ملف الانتخابات العراقية وبداية نتعرف إلى خريطة هذه الانتخابات إلى أبرز الأحزاب التي ستخوض السباق الانتخابي في بلاد رافدين منافسة حادة تخوضها التحالفات العراقية في الاستحقاق الانتخابي ومنها تحالف سائرون الشعي بزعامة مقتدى الصدر إلى جانب تحالف الفتح الشعي أيضا والذي يرأسه هادي العامري ويضم غالبية فصائل الحشد الشعبي خريطة تحالفات الشعية تضم أيضا تحالف قوى الدولة الوطنية وهذا تشكل باندماج تحالفي النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة رجل الدين عمار الحكيم أما التحالفات التي تضم أحزابا سياسية سنية فتنقسم بين تحالف العزم الذي يخضع لقيادة خميس الخنجر وهو رجل أعمال فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب مزاعم مرتبطة بالفساد ومن التحالفات القوية الأخرى تحالف تقدم الذي أنشأه رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي فضلا عن تحالف المشروع الوطني للإنقاذ الذي يخضع لقيادة أسامة النشيفي وبما يتعلق بالتمثيل الكردي فإن المنافسة تشتاك بين حزبين أولهما الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نفال الطلباني والذي تحالف مع حركة التغيير ليخضى الانتخابات ضمن تحالف كردستان أما الحزب الآخر فهو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني ويسعدني أن أرحب بضيفي من بغداد عبر الأخمار الصناعية هذا الدكتور حيدرد عبادي رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس اتلاف النصر ورئيس قيادة تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية أهلا وسهلا بك معاليك معنا في دائرة شرق سعيدين بن ضمامك معنا في ملف الانتخابات العراقية أهلا وسهلا بكم مشاهديكم الكرام ومرحبا أهلا بك معاليك أولا لنبدأ بهذا العنوان العريض إذا أردت عن رأيك بما يميز الانتخابات برلمانية الحالية في العراق عن سابقاتها وهنا أتمنى أن نذكر نقاط الإيجابية وإن كان هناك نقاط ضعف إذا صح التعبير وهل تبدو فعلا مختلفة عن سابقاتها نعم أهم شيء في هذه الانتخابات هي نوع من التصويت على العملية السياسية كما تعلمون هناك أزمة ثقة أزمة ثقة كبيرة بين المواطن العراقي والعملية السياسية العراقية والتي عبرت عن نفسها بمظاهرات تشرين عام 2017 والتي بسببها تم إسقاط حكومة سيد عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة مؤقتة لمرحلة قصيرة حتى تهيئ هذه الانتخابات التي نحن بصددها فإذا انتخابات هذه هي التصويت على العملية السياسية ونحن نتطلع إلى مشاركة جماهيرية كافية حتى طاعت الشرعية لهذه العملية الانتخابية هذا هو الفرق بين هذه الانتخابات والانتخابات السابقة ما عليك في تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية طبعا أنتم ترفعون شعار المواطنة في مواجهة الانتماء الطائفي والعرقي فعليا إلى أي حد يبدو هذا الشعار واقعيا في هذه الانتخابات طبعا بالنظر إلى يعني معروف أنه اليوم بقاء الأسس التي تحكم إذا أردنا نقول السلوك التصويت لناخب العراقي يبقى وفق الانتماءات إن كان العرقية أو الطائفية وحتى الإقليمية وجهوية نحن نسعى إلى بناء دولة لكل المواطنين دولة مواطنة وليس دولة أحزاب ولا دولة إثنيات ولا دولة مذاهب هذا هو شعارنا وهذا ليس الشعار نظري غير واقعي بل جربناه تعرفون العراق تعرض إلى هجمة شرسة من الأرهاب وكاد ينقسم بالواقع ينقسم من الناحية الواقعية على الأرض ولكن أعدنا توحيده بقوة وهذا التوحيد كان صلبه وحجر الزاوية به هو المواطنة والدولة في خدمة المواطن بعيدا عن الطائفية بعيدا عن الإثنية هذا هو التوجه الحقيقي اللي إحنا تحالفنا يتجه باتجاه إحنا ما نميز بين المواطنين على أساس أي انتماء كان وإنما المواطن مواطن له حقوقه عليه واجباته وبالتالي هذا اللي سويناه بالسابق وانجحنا تذكرون قواتنا الأمنية كانت منهارة كانت غير مرحبة في مناطق معينة هذا كل تغير والناس الآن بشكل عام حتى الساس الطائفيين الذين كانوا يبشرون بطائفية الآن لا يتجرؤون أن يتحدثون أمام الناس بطائفية الناس تردهم فأكو شيء كبير تغير في المجتمع تغير في الدولة نعم لا زال هناك أناس بسبب الجهل يعودون إلى انتماءات معينة ويريدون يقسمون الدولة على أساس هذه الانتماءات ولكن الاتجاه العام تغير نحن نريد أن ندعم هذا الاتجاه نقوي هذا الاتجاه لأننا سميناه الدولة مقابل لا دولة مقابل الفوضة طيب ما عليك خليني أذكر أيضا تصريحات سابقة لك شبيهة بما تقوله أنت الآن قلت إن بنية النظام السياسي الحالي الذي تأسس بعد عام 2003 لم تعد قادرة على الصمود أكثر في إدارة الدولة بفعل المحاصصة والفساد وتعدد مراكز القرار واجتياح العراق من قبل الأجندات الخارجية إلى أي حد تراهنون أن تفرز اليوم الانتخابات برلميقات ضغمة بالفعل نظاما سياسيا جديدا يتجاوز كل هذه العقبات رغم أن العوامل تحديدا ربما الأقليمية والخارجية ما زالت هي ذاتها نعم أعترف بذلك لا زالت عوامل موجودة ولكن اليوم القرار بيد المواطن بيد الناخب الناخب إذا شاركوا بأعداد كبيرة سيغيرون الموازين أما الناخب الذي هو غير راضي عن العملية السياسية إذا لم يدلي بصوته ولم يشارك بالتأكيد بمعنى هذا سيعطي صوته للجهة التي يرفضها والآن لأن الجهة التي يرفضها جماهيرهم سيخرجون إذا هو لم يخرج بالتالي الناخب معناها اختار طريقا آخر نحن اليوم نعتمد عن الناخبين بصراحة نستطيع أن نقلب كل الموازنة السيئة لأوصلتنا إلى وضع سيئ وباتجاه صحيح كما فعلنا في السابق الذي خلينا العراق له علاقات إقليمية جيدة تقريبا صفرنا المشاكل مع دول الإقليم اتجاهنا اتجاه بناء وتعاون بدل خلاف وتناقض بالداخل رفعنا شعار وحدة الكلمة ووحدة المواطنين ووحدة القوى وتمكننا نتغلب على الإرهاب نتغلب على الطائفية نتغلب على التقسيم حاربنا الفساد بمحاربة كبيرة وهدر المال العام ونجحنا في ذلك رغم انهيار أسعار النفط في تلك المرحلة والعراق في حرب فإذا عندنا جدول وعندنا برنامج برنامج يعزز تاريخنا نحن مو فقط نطلق شعارات بل قول وفعل وهذا اللي حققناه بالسابق نستطيع هو بالإنسان نفسه نحن ما غيرنا كثير من الأمور ولا غيرنا البشر هو نسل البشر ولكن القيادة عندما لا تكون لها توجه سليم وطني وصحيح بعيدا عن الخضوع لهذه الدولة وتلك بعيدا عن الخضوع لهذه الأجندة وتلك فقط الخضوع للمصلحة العراقية ومصلحة المواطن العراقي سننجح إن شاء الله نجاحا بايرا معليك ذكرت في كل سؤال تقريبا هذه الدعوة للعراقيين للمشاركة بشكل واسع في الانتخابات القادمة وطبعا كما نحن ذكرنا في البداية يعني عدم نسب غير متوقع أن تكون نسب جدا عالي وربما هذا يؤرق اليوم الجميع كل لرؤيته أو لأهدافه أريد هنا بالفعل أن أفهم من معليك من حيدر العبادي هل تشعر بأنك تفهم المواطن العراقي اليوم هل تعرف لماذا قد لا ينزل ويشارك بالانتخابات هل لأنه لديه مشكلة بالأشخاص عدم ثقة بالأشخاص هل لديه عدم ثقة بالمشاريع بأنها يعني مجرد شعارات أم ربما عدم ثقة بقدرة العراق كعراق كمكان كقيادة حتى ولو كانت وطنية وحسنة النية بأن تغير شيء في ظرفه الإقليمي الموجود به بصراحة أكون مجموعة هذه الأسباب التي تفضلت بها بالإضافة إلى أسباب أخرى تعرفون الدموقراطية في بلدنا جديدة كأنه حصلنا على جرعة كبيرة فجأة بعد نظام ديكتاتوري شمولي وفجأة جرعة كبيرة من الدموقراطية هذا يحتاج إلى وقت ولكن أقول بصراحة يمكن سبب مركزي وهو خيبة أمل هناك خيبة أمل كبيرة خيبة الأمل من الأداء الماضي وخيبة أمل من الذي سيأتي أنه المواطن ربما يشعر مهما يبذل سوف لن يغير الوضع كثيرا هذا عليه المعادلة يجب أن يغيرها أنا حديثي مع الأخوة في الكتلة السياسية الأخرى مع المرشحين ومع المواطنين إذا ما غيرنا هذه المعادلة سنبقى في معانات سنبقى في تناقض سنبقى في تراجع أمامنا كثير من التحديات ليس أقلها التحدي الأمني وأيضا التحدي الاقتصادي المالي اللي هو تعرفون ليس فقط العراق يعاني منها كل الدول النفطية بالذات تعاني منها لأن النفط حسب المنظور ليس له مستقبل كبير مع نشوء الطاقة البديلة والطاقة المتجددة فعلينا أن نبحث عن وسائل أخرى وطرق أخرى لمنع حذر المال العام وللاستفادة من خلق فرص أخرى لمجتمعاتنا ولدولنا حتى نستطيع أن نبقى أن نستطيع أن نبقى دول متحضرة ويجب أن ننهض أنا بس أثير نقطة جوهرية الإرهاب اللي واجهنا وواجه كثير من الدول في المنطقة هذا الإرهاب استغل عواطف شباب شباب متحمس وشباب ناشئ وحاول يقنع بأنه لأنه المسلمين بشكل عام هم في طبقة الدنيا في المجتمع الدولي ليس لهم الأولوية في القرار الدولي هناك ربما صيحة كبيرة وهذه الصيحة يحاول يستفيد منها التيارات المنحرفة والتيارات الإرهابية الأخرى إذا ما نصحح مثالنا في العراق وفي الدول الأخرى هذه الحركات المنحرفة الإرهابية ستستمر ورح يسبب منها الكثير من المآسي والكثير من المشاكل نحن يجب أن نتفاعل مع شعوبنا مع ناسنا نتحدث يوهم مباشر يجب أن نعطي أمل كبير ونقضي على خيبة الأمل وهذا اللي نفعله في الوقت الحاضر دكتور عبادي طبعا أنت مفهوم أنك تعود وتذكر بي دحر داعش لأنه كان لك تسجل في سجلك في رئاسة الوزراء إنجازا عظيما للعراق وطنيا ولكن اسمح لي أن أقول لك بأن هناك شعور في العراق وقناعة بأن هناك ارتباط عضوي بين هذه الحركات الإرهابية والفساد المال السياسي والفساد الموجود في العراق والسلاح المنفلت على أكثر من جبهة حتى نبدأ بتأثيره على العملية الانتخابية ومن ثم على نزاهتها نهيك عن الحياة العامة والخاصة حتى في العراق ماذا تعلق على هذا الموضوع؟ يعني أتفق بالكامل بصراحة مع هذه الرؤية وأنا أزيد علم تقريبا صارت فرصة أن أزور كل المناطق التي حررناها من داعش وعندما أبحث عن السبب الحقيقي في تمكن الإرهاب من السيطرة على هذه المناطق بالرغم عندنا كانت قوات هائلة وتسليع ممتاز المشكلة رقم واحد واثنين واثلاثة هي الفساد فساد داخل المنظومة الأمنية فساد في الحكومات المحلية فساد على المستوى الوطني هذا الفساد ما بقى دافع للمقاتل ودافع للمواطن أن يدافع عن دولته أن يدافع عن مدينته أن يدافع عن قريته هذا اللي إحنا حاربناه في وقته رجعنا الثقة للمواطن قام المواطن هو يقاتل ويدافع عن وطن لأن شاب بسئس أمل لا يمكن القضاء على الفساد في ضربة واحدة ولا في ضربتين هذا منهج برنامج إحنا اللي سويناه أنا سويته في وقتي أوقفت الهدر المالي العام الفساد يعيش على هدر المالي العام عندما يكون هناك هدر أكثر أموال الهدر تذهب إلى الفاسدين أنا قطعت هذا الهدر والسبب اللي كان هو نهيار أسعار النفط ما كانت عندنا أموال كثيرة فلما أوقفت الهدر وأشرفت على إيقاف الهدر الهدر اللي هو يذهب إلى مشاريع غير صحيحة إلى إنفاق مو مجدي مو للمواطن أبقيت على الإنفاق المجدي للمواطن وقطعت الإنفاق غير المجدي هذا أكبر محاربة للفساد لأن الفساد إذا ما عندك شيء تعطيه رح يموت رح يقضى عليه أما الشيء الآخر هو البيروقراطية إحنا أدخلنا تبسيط الإجراءات سميتها تبسيط الإجراءات إذا كانت إجراءات معقدة وبيروقراطية الفساد رح يعشعش بها ويستفيد منها بدأنا بعملية تبسيط الإجراءات حتى نقضي على الفساد ونجحنا إلى درجة كبيرة ولكن للأسف هذه الخطة لم تستمر بعد أن تركت الحكومة وصار إنشغال بأمور أخرى هذا يحتاج إلى خط مستمر وتصاعد حتى يمكن أن نقضي على الفساد اللي هو أس المشكلة هو أس المشكلة طيب ما عليك التعامل مع الفصائل المسلحة المنتشرة في العراق تحدي كبير بطبيعة الحال لأي شخص قد يأتي على رأس السلطة التنفيذية أو أي سلطة في العراق أمنية والعسكرية ولا غيرها كيف ترون أفضل السبل للتعامل مع هذا التحدي علما أنك كنت حتى تتجنب تسميتهم بفصائل مسلحة وكنت تشير لهم بالبعض أثناء توليك لرئاسة الوزراء بالطبع هذه هي مشكلة في كل الحروب أنا اللي يدرس تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية توكيو بقت مستباحة من قبل إصابات الجريمة والما في المدة ست سبع سنوات تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية فهذه نتيجة الحروب الحرب لأن داعش استباحة الأرض استباحة الإنسان استباحة كل شيء وسيطرت على أراضي واسعة وصار النيار كبير ثم كانت هناك فتوى جهادية بدعوة الناس لحمل السلاح والدفاع عن الدولة والدفاع عن الناس فصار حمل سلاح واسع من قبل متطوعين من قبل مدنيين هذا كان يحتاج إلى سيطرة نعم كيف تستفيد من هؤلاء المتطوعين اللي هم متطوعين شجعان جاي المتحمسين ردون يدافعون عن وطنهم أن نفستحلهم مجال في هذا الإطار حتى يبلون بلاء حسنا ويدافعون عن وطنهم ولكن في نفس الوقت لا تؤدي إلى فوضة لأن الفوضة عكس ما نطلب نحرر أرضنا حتى نقيم دولة حتى نقيم عدل مو حتى نقيم سلاح منفلت هذه مشكلة في كل الحروب ولهذا تنظيم المقاتلين فيما سمي بالحج الشعبي وهي منظومة ممتازة إذا تم رعايتها ويجب أن تنظبت تحت قيادة الدولة بشكل أساسي وبالذات قيادة القائد العام للقوات المسلح اللي وقاءة كل القوات التي تنتمي إلى الدولة أن يكون للدولة مو يكون لجماعة سياسية معينة مو يكون لدولة معينة دون أخرى مو ينحازون لهذا الفريق أو ذاك على عساب مصلحة المواطن وعلى عساب مصلحة الوطن هذا هو الخطأ يجب بما فيهم الجيش والشرطة إذا كانت هناك ولااءات عشائرية ولااءات عزبية ولااءات مصالحية راح يضيع أمننا وهذا هي نقطة المهمة الأساسية في ضبط الأمن يجب أن يكون المقاتل مقاتل يدافع عن الوطن عن المواطن ليس يدافع عن الحزب ولا يدافع عن الجماعة ولهذا نحن ضد الترويج واستغلال الأجزاء الأمنية سواء كان حشد أو جيش أو الشرطة من قبل الأحزاب للترويج لانتخاباتهم هذا خطأ لأن هؤلاء يحمون الوطن ويحمون المواطنين ليس يحمون الأحزاب استخدام القوات المسلحة في الصراع الحزبي والصراع الانتخابي ضرر كبير وهو انحراف وانعتبره جريمة لأن هذا يحرف عن مهمة الأساسية في حماية الوطن وحماية المواطن إلى أن يحمي الحزب ويحمي جهة معينة ضد جهة أخرى معناها احتراب داخلي وهذا أكبر خطر وإحنا برنامجنا نريد أن نعيد القوة والهيبة للدولة وأن تكون كل القوات الأمنية تابعة للدولة ومتابعة إلى جماعات سياسية ولا تحزوا في هذا الإطار نتمنى أن تنجحوا في هذه المهمة ما عليك في النهاية في حال فوز تحالفكم بالانتخابات وتكليفكم شخصيا بتشكيل حكومة عراقية جديدة ما هي أهم القرارات التي ستتخذونها فور توليكم المنصب بالترتيب والأولوية أهم ملف هو الملف الاقتصادي والمالي دولة تحتاج إلى إصلاح كبير علينا أن نبني حاضرنا ومستقبلنا خصوصا مع لحاظ ثروة النفط لم تعد كالسابق وهذه قضية أساسية وجوهرية نحن الحكومة نريد إنشاءها حكومة خلاص سميناها إنقاذ وطني ليس حكومة مناصب ولا حكومة امتيازات ولا حكومة مصالح هذا هو منهجنا نريد حكومة وطنية مو محاصصة بس وطنية نستوعب الجهات كلها كل من يقدر أن يقدم الوطن نستوعبه وله القدرة أن يقدم أنا ما عندي مشكلة أن يكون هناك حزبيين بالحكومة بل هذا يكون نافق ولكن يجب أن يكون حزبيين مهنيين مو فقط حزبيين بلا أن يكونوا مهنيين وهذا بي خطأ لأن سوف لن يستطيع أن يقوم بدورة في الحكومة المهمة الأولى والثانية والثالثة هي اقتصادية مالية ثم الأمور الأخرى التي هي أمنية إصلاح وضع المجتمع الخدمات إصلاح الدولة محاربة الفساد أشكرك دكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس اتلاف النصر رئيس قيادة حالف قوى الدولة الوطنية العراقية حدثنا ببغداد شكرا لك مع عليك على وقتكم وتمنى لكم أن تكون انتخابات كما تتمنون وتعملون عليها كاملة في النزاهة وتنتج بالفعل كل ما يتمناه المواطن العراقي أولا وأخيرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك